موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعت اياكم بحلقة جليدة من حلقات قناة ماستر التقنية وياكم اخوكم سجاد الشمالي بعد ما سوينا مراجعة على الجي سيفن 2015 والجي سيفن سيكس والجي سيفن اوبرايم اليوم مثل مقرنة عنوان فيديو عندنا الجي سيفن ابرو المفروض انه هي هاي تكون خاتمة الجي سيفن من شركة سامسونج نفسي بما انه هي ابرو يعني معنى انه الاحترافي او النسخة المطورة او الفاينل من الجي سيفن نفسي فانو اياكم اليوم مثل مقرنة عنوان فيديو عندنا الجي سيفن ابرو الجي سيفن ابرو كانت بمواصفات متميزة مواصفات متغيرة عن الجي سيفن سيكس وعن الجي سيفن اوبرايم بحيث انه هي خدت شاشة الجي سيفن سيكس زائد مواصفات الجي سيفن اوبرايم ولمسات خفيفة من الجي سيفن 2015 وطلعت انه هاتف الجي سيفن ابرو مبدئيا انه سعر هذا الهاتف تقريب 300 دولار قد يكون سعره مرتفع نوعا ما لكنه طبيعة المكتب تفرض هذا الشيء يعني من مكتب المكتب قد يختلف 5 دولار او اقل سعره قابل للنزول بالفترة اللي راح تجي في يعني نوعا ما راح يكون موجه للفئة المتوسطة الفئة اللي محدودية دخل ترغب هاتف يفي بالغرض كمواصفات بسيطة من تصبح قيم غيره خليني يدخل محتوى الفيديو ان شاء الله استفاد ولو لقينا نظرا انا وياكم على العلبة الخاصة بالجي سفن هذه المرة تغيرت وما كان تغير قوي فقط اللون وبعض الشعارات مثل ما نلاحظ سامسون جالكسي جاي سيفن وبرو وهذه خلف الجهاز مثل ما تلاحظون المواصفات اللي دائما نركز عليها وهي ماتيريال فول ماتيريلا ويعني المعدن بالكامل زائد الكاميرا ذاكرته الفينجربرينت فور جي 64 اوكت كور المعالج زائد الكاميرا زائد الذاكرة التخزينية لهذا الهاتف نفسه بحيث انه الذاكرة كانت 16 الكاميرات 13 ب13 واكثر شي ميز الهاتف انه كاميراته هي 13 رح نتناولها في فقراته الكاميرا وحاليا مثل ما تلاحظون امامكم فتح الصندوق الخاص بالهاتف ولو نلاحظ امامنا فتح الصندوق احتيادي ما به اي اضافة ما به اي فياكي كودا انه الهاتف من الفئة المتوسطة اول ما نفتح الهاتف مثل ما تلاحظون بالمقدمة رح نلاحظ امامنا الهاتف نفسيتي وعليه ستيكر تقليدي وهذه معلومة حبيت اركز عليها انه دائما على الستيكر الخاص بالجهاز نفسيتي مثل ما تلاحظون الشركة تذكر اهم مميزات واقوى ميزات تفتخر بيه بحيث بالجي سيفن برو كانت الكاميرا زائد فول ماتيريالي وهي جودة التصنيع زائد الفينجر برينت سكنر مثل ما لاحظه ما منه وهي هاي اقوى مواصفات كانت شركة سامسونج مركزة عليهم محتويات العلبة عبارة عن كتلوك بسيط تقليدي موجودة باغلب الاجهزة زائد هيت فون مثل ما نلاحظ هو من الفئة المتوسطة او الاعتاد المتوسط للاسف كنت اتمنى انه يكون من الفئة المتوسطة الى الخارقة زائد وسط الشحن من نوع المايكرو زائد ادبتر للشحن هو من الشاحن العادي وليس الشاحن سري اما بالنسبة للنظام التشغيلي في استعملت شركة سامسونج نظام الاندرويد الخاص بشركة جوجل وهو اصدار النوغات 7 ومثل ما نلاحظ كان هذا النظام خام لكنه بعد التغييرات اللي غيرته الشركة سامسونج صراحت غيرت وجهة نظري لهذا النظام غيرت عليها ترتبات جدا كبيرة من ناحية القائمة ومن ناحية تسلس التطبيقات والوانه اما بالنسبة للتصميم الهاتف فمثل ما نلاحظ من اسفل الهاتف هو منفذ الشحن والمنوع المايكرو زائد المايكروفون الاساسي زائد منفذ الجاك من الجهة اليمنى للجهاز ومنفذ الجرس زائد زر الباور او الطاقة اما من اعلى الجهاز فمثل ما نلاحظ ما يوجد اي شيء بالجهاز من الجهة اليسره ومنفذ خفضه ورفع الصوت زائد منافذ استيعاب شريحتين زائد رام اسدية صلى 156 جيجا بايت من خلف الجهاز يعني الكاميرا فقط اللي تكون بشكل فلاد زائد LED اما بالنسبة للشاشة الهاتف فشاشة الهاتف راح تكون سوبر اموليد 5.5 انش هذي الشاشة راح تكون جدا مميزة لانه راح تكون سوبر اموليد وليس نوع تي اف تي اللي استعملته قبل فترة شركة السامسونج بالجي سفين اوبرايم والجي فايف اوبرايم كانت الصراحة انتكاسة بالنسبة لك انه هنا عدلت عليها الشاشة وكانت جدا مميزة راح تكون دقتها الـ 1920x1080 درجة السطوع زائد تشبع الالوان على هذي الشاشة كان بالنسبة للي مرضي ومرضي جدا قياس السعر بهذا الهاتف بسبب الانتقال اللي انتغلتها بالصوت شركة السامسونج من الجي فايف وليه جاي فايف سيكس وليه جاي فايف اوبرايم اللي كان جدا مميز بس في مرة ببقى الجرس تجنب الهاتف وكان صوت الهاتف جدا ممتاز وكما تلاحظونه امامكم اما بالنسبة لذاكرة الهاتف فتوجد ذاكرتين هي ذاكرة الـ 16 جيجا بايت زائد الـ 64 جيجا بايت للاسف انه انا ما حصلت الذاكرة الـ 64 جيجا بايت امامكم الان ذاكرة الـ 16 مع ذاكرة عشوائية يتصلها 3 جيجا بايت اما بالنسبة للمعالج السرعة لها الهاتف فسرعة الهاتف جدا مميز وممتازة في فتح التطبيقات مواجهة اي تلك مواجهة الصعوبة في فتح التطبيقات راح يكون هو اكسونس 7870 ثماني النواء من شطر اوكت كور هو راح يكون 1.6 الصراحة مواجهة زائد ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت راح ينطيك اداء جدا ممتاز ولا ننسى انه يستوعب اس دي تصلها 256 جيجا بايت يأتي الهاتف ببطارية سعتها 3600 ميلي امب مع منفذ شحنه من نوع المايكرو وليس من نوع تايب سي معلوم انه هذا الهاتف ميت عم شحن الوايرلس ميت عم شحن اللاسيف كي لكنه اداء البطارية جدا جدا قوي ولو نجي انا وياكم الاهم قطعة هارد وير دائما نركز عليها وهي كاميرا الهاتف الصراحة كاميرا الهاتف كانت جدا جدا ابهرتني ومميزة وممتازة واداها جدا راقي صراحة اول ما سمعت انه كاميرتين راح تكون بدقة 13 ميجابيكسل كنت اتوقع راح نفسي الكاميرا اللي راح تكون على الاي فايف والاي سفن الفين وسبعة عشر لكنه بعد تجربتي لهذه الكاميرات كانت اداءها جدا مختلف اداءها رائع بحيث انه راح يكون بكاميرتين 13 في 13 امامية وخلفية لكنه الكاميرا الخلفية راح تكون هي فتحة عدسة واحد فاصل سبعة اما الامامية فواحد فاصل تسعة وهذا السبب يعود الى انه الكاميرا الامامية دائما تكون اقرب من المنظر للتصوير يعني من الفيس او الوجه او عدد تصوير السلفو غيره فكبرت فتحة العدسة وضافت الال اي دي اللي افتقدناه بالالفين وستعاش هو البرايم بحيث انه احنا اعتبرناه من العيوب لانه كان على الالفين وستعاش موجود وهذه امامكم تجربة الكاميرا الامامية لهذا الهاتف وهذه امامنا مثل من لاحظ الشكل الجميل لهذه الكاميرا ونسبة الافلات اللي موجودة بيها انه هي ما خارجة عن الماتيريال او البودي اللي بظهر الجهاز نفسه اما بالنسبة للفينجر برينت او نظام السيكوريتي او البصمة اللي موجودة فهذه البصمة كان اداءها جدا مميز ما اختلفت عن البرايم اللي نزلتها قبل ايام شركة سامسونج يفتح معاك من السكون حتى اذا كانت اكون نسبة رطوبة خفيفة على جهازك او على ايدك نفسه ما راح تواجه مشكلة راح يفتح معاك بكل سهولة وبكل سرعة وهذه امامكم تجربة البصمة للبرو نفسي شباب هذا الهاتف شركة سامسونج تقدمه الفئة المتوسطة محدودية دخل للي يرغب هاتف لا بأس بي ينطيه اداء مميز وشكل راقي بالنهاية قبلوا تحياتي اخوكم سجاد الشماري من قناة ماستر